في ضربة جديدة لهيئة النيابة الإدارية أحالت القائم بأعمال رئيس القناة الأولى السابق ومديرة البرامج الموجهة وكبير المعدين بالقناة للمحاكمة التأدبية العجلة وضال إدرارهم بأموال جهة عملهم وخرجهم على مقتضى الواجب الوظيفي بأن قام الأخير بالعمل بإحدى القنوات الفضائية والحصول على راتبه من خزينة التلفزيون بمساعدة رئيس القناة ومديرة البرامج كانت النيابة الإدارية تلقت بلاز بشأن انقطاع كبير معدين بإدارة البرامج الموجهة بالقناة الأولى بقطاع التلفزيون بدون إذن أو تصريح قانوني وتقاضيه راتبه والحوافز بدون وجه حقه وأرفق بالأوراق مذكرة مدير عام شؤون العاملين بقطاع التلفزيون الموجهة لرئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بقطاع التلفزيون والتي تضمنت بيان بتواريخ وساعات دخول وخروج المعد المذكور لمبنى ماس بيرو تضمنت مذكرة النيابة الإدارية أنه بمخاطبة أحمد بكار مدير إدارة الموارد البشرية بشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية مالكة مجموعة قنوات سي بي سي للإفادة عما إذا كان المتهم الأول سبق له العمل بأي من مجموعة القنوات وردت الإفادة متضمن عمله بالفعل لدى الشركة بأجره قررت النيابة قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية وفقا لمواد لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاع والتلفزيون سابقا وحاليا الهيئة الوطنية للإعلام الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناة رقم 590 لسنة 1996 ولائحة التحقيق والجزاءات للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام الصادرة بقرار رئيس الهيئة رقم 1140 لسنة 2019 ضد كبير المعدين المتهم الأول ومديرة إدارة البرامج الموجهة بالقناة الأولى ومدير عام برامج الشباب بالقناة الأولى المكلف برئاسة القناة وقتها بسماع قوال مديرة إدارة البرامج الموجهة بالقناة الأولى أمام النيابة الإدارية أفادت بأن كبير المعدين انقطع عن العمل دون إذن وأنها منحت المذكور حافز شهري بنسبة 70% من شهر سبتمبر 2018 واختتمت أقوالها بإدعائها بأن المعد المذكور يعمل بقناة فضائية دون بيان ما هي تعمله أو مدته أو الدليل على ذلك بسؤال مدير إدارة الاستحقاقات بالإدارة العامة للشؤون العاملين بقطاع التلفزيوني أمام النيابة الإدارية أكد أن كبير المعدين تقاض إجمال مستحقاته المالية من راتبه وحوافز عن الفترة من أول يناير عام 2018 حتى 30 سبتمبر 2018 قدم مدير الاستحقاقات دليل لأقواله عبارة عن صور مذكرات مديرة إدارة البرامج الموجهة لرئيس القناة الأولى بشأن اقتراح نسب الحوافز الشهرية للعملين بالإدارة واللي من بينهم المعد المذكور والمبين بها اقتراحتها وموافقة رئيس القناة على منحي 100% منها عن الشهور من يناير وحتى يوليو 2018 وعن شهر أغسطس نسبة 70% وعن شهر سبتمبر 50% رغم عدم استحقاقه إياها بأي نسبة عن شهر أكتوبر وشهرين نوفمبر وديسمبر بنسبة 50% أكد تقرير الاتهام أن المتهم الأول كبير المعدين بإدارة البرامج الموجهة بالقناة الأولى بقطاع التلفزيون لم يلتزم بعدم التغيب عن العمل إلا بإذن كتابي من الرئيس المسؤول وخالف القواعد والأحكام المنصوصة عليها بلواحي الاتحاد الهيئة الوطنية للإعلام حاليا وأدى أعمالا للغير بأجر بدون الحصول على إذن كتابي من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وسلك مسلكا في تصرفاته لا يتفق وتأدية الخدمة العامة وتبين من أوراق القضية رقم 134 لسنة 63 قضائية عليا أن المتهم انقطع عن العمل دون إذن أو تصريح قانوني الفترة من 9 سبتمبر حتى عام 2018 حتى 13 مارس عام 2021 ورغم ذلك تقادى المقابل النقدي عن بعضها دون وجه حق اشتركوا في القناة